الترنيم المترافق لكل الصلوات بكافة الطقوس كحالة إيمانية مضاعفة يتكثف فيها حضور المشهد والترنيم البيزنطي بحضور مميزة يرافق مع مسيرة الإيمان والصوم ورحلة الإيمان بالاعتماد على الصوت والتنغيم الصوتي الذي يطفي بصمة مميزة فريدة نقلب فيها بهذه المحطة فصول عديدة مع المرنم الدكتور ويسام عزار والمرنم ميراي عسكر أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم صباح بخير حقا قام إنعاد الجميع أهلا وسهلا فيكم مسيح قام حقا قام يعني بداية دكتور ويسام خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي عن الترنيم عموما كحالة إيمانية يعيش المرنم وعلاقة روحية بينه وبين الرب الحقيقة الترنيم ما هو فن مجرد بحد ذاته ما هو فن مطلق اللحن المرافق للكلمة نحنا بنعتبره هو روح الكلمة لا تحيا الكلمة إلا بالروح فإذا نحنا ما عم نعبر عن حالة فنية فقط نحنا عم نصلي بالترتيل لذلك منفهم حياة المرنم دور المرنم بالكنيسة على أنه مصلي أولا ما منفهمها موسيقى ما منكون عم نؤدي أداء ولا نناطرين علامات ولا تقييم نحنا متوجهين إلى الرب وعم نصلي بدون أي اعتبارات أخرى وهذا بيخلينا نرتاح أكتر من مسألة الأخطاء الفنية اللي ممكن يخشاها الواحد أو صوته اللي ما نساعده أحيانا المسألة مسألة صلاة فقط هي ليست أداء فنية بالتالي المؤمن يستطيع أن يرنم أي مؤمن يستطيع أن يرنم يعني سواء كان صوته هي حالة التواصل لا يشترط أن يكون الصوت جميل مهم أن يصلي صحيح لكل حد يوصل رسالة ميراي كل عام وأنتي بخير بخير معرفة يعني أنت مرنمك أيضا بهذا الكنيسة كنيسة السيدة الميح الزيتون بعد معايتك حبينا نسمع هيك من كون شي تفضل اليوم يوم القيام فلنتفاخر بالموسم وليصافح بعضنا بعضا وأن أقول يا إخوة لنصبح لمبغي ضينا عن كل شيء في القيام ولنهتف هذا يوم القيام يوم القيام ما سيح قام من بين الأموات وواطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القوم نحن صلينا معكم مع هذه الصلاة كما حكينا هي صلاة بين المؤمن والرب دعنا نحكي قليلا اليوم دكتور ويسام عن الترنيم البيزنطي ورحلة القيامة من خلال الترنيم البيزنطي الترنيم البيزنطي في التعبير عن حدث القيامة يستمد أهميته من أهمية الحدث نفسه وأهمية الحدث في العقيدة المسيحية أصلا القيامة هي جوهر الدين المسيحي الدين المسيحي قائم على حقيقة أن المسيح قام من بين الأموال وكما يقول القديس بولوس في إحدى رسائله إن كان المسيح لم يقم فإيماننا باطل وكل الأحداث والتدبير الخلاصي الذي تم في حياة السيد المسيح كان يسعى إلى القيامة وكل الأحداث والنبوآت التي تمت في العهد القديم تحققت في حياة السيد المسيح وصولا إلى قيامته فالترنيم البيزنطي يراعي جوهرية حدث القيامة والتقص البيزنطي الكنيسي رتبت استعدادا طويلا لعيد القيامة اللي هو عيد الفصح وأصلا ينسب التقويم التقصي على مدار السنة إلى عيد الفصح فنقول مثلا في شهر أيلول مثلا الرسالة رقم كذا بعد عيد الفصح فكل الترتيب التقصي على مدار السنة ينسب إلى عيد الفصح عيد الفصح نفسه تبدأ الاستعدادات لزمن القيامة قبل عشرة أسابيع من عيد الفصح ثلاثة أسابيع قبل الصوم ثم الصوم الكبير الأربعيني ويلحق به الأسبوع العظيم المقدس أو ما ندعوه أسبوع الآلام فبدأ من عشرة أسابيع قبل عيد الفصح أو عشرة أحد قبل عيد الفصح نبدأ مسيرة باتجاه القيامة باتجاه حدث القيامة وتبدأ خصوصا في الصوم من خلال الصلوات اليومية صلوات اللي بنعرفها باسم صلاة يا رب القوات التي هي صلاة تحمل قيم الصيام تحمل معاني التعزية التي يمنحها الرب الإله لجميع المصلين لجميع الصائمين أيضا على مدى أربعين يوم وتنتهي في أحد الشعانين أربعين يوم من الصيام ثم يبدأ أسبوع الآلام المقدس ويتوج في خميس الآلام الذي ندعوه خميس الصلب وترنيمة الشهيرة اليوم علقة على خشبة ثم يوم الجمعة العظيم المقدس الذي يتم فيه جناز السيد المسيح وسبت النور وصولا إلى اليوم يوم القيامة يوم الفصح صلاة الهجمة وصلاة السحر وقدس العيد نعم دكتور سامياني من وحي هذا الحديث وجمعة الآلام دعونا نربط هذه الحالة بشي ترنيمة معينة بتخصت كانت أسبوع الجمعة العظيمة رح نقول شي من تقاريض جناز السيد المسيح يا يسوع الحياة في خبر موضعت فتعجب جنود الملائكة الذين مجدوا تنازوا لك إنا بحق نعظمك يا معطي الحياة يا من بسط يديه على الصليب فغدا ساحقا عزة العدو كامل الأجيال تقارب تسبيح لدفنك يا مسيح حاملة الطيب جئنا صبحا قبرك لدفعنا طيوبا دائما بعد ما نسمع الترنيمة بنكون هيك حسنا بهذا الخشوع يمكن اللي فعلا بتعطينا يا ترنيم وبتنقلوا لنا هاي الحالة الروحانية ونحن عم نحكي عن الترنيم البيزنطي لازم نذكر التنغيم الصوتي اللي بيتميز في الترنيم البيزنطي خلينا نحكي عن هاي الجزئية دكتور الترنيم البيزنطي خلينا نحكي عن كلمة ولحن الكلام او النصوص المقدسة اللي نحن من رتلة واللي كتبها الاباء القديسيون تحتوي على خلاصة خبرات الروحية وتأملات الرهبانية وتحتوي على الكثير من المتضادات يعني منسمع بنفس الترتيلة ما يدعو الى الفرح وما يدعو الى الحزن ما يتكلم عن النور وما يتكلم عن الظلام في عنا مثال شهير اللي هو الترنيمة اليوم علقة على خشبة اذا انتبهنا انه هاي الترتيلة مليئة بالمتضادات المتقابلات اليوم علقة على خشبة الذي علق الأرض على المياه والذي وشح السماء بالغيوم ألبس برفيرا كاذبا والذي أعتق آدم في الأردن قبل لطمة عروس الكنيسة سمر بالمسامير وابن العذراء طعن بحربة نسجد لآلامك أيها المسيح فأرنا قيامتك المجيدة وقص على هذه المتضادات لكي تعبر عن كل المشاعر الإنسانية بطيف واسع من الألحان ولكن ضمن نمط تأملي وقور في عنا مفهوم شوي خاطئ شعبي كمان بدي أحكي عن مثال لهوة ترنيمة اليوم علقة ماذا يطلب من المرنم البيزنطي عندما يرنم على خشبة ليس المطلوب منه أن يبكي الحضور ليس المطلوب منه أن ينقل شعوره بالحزن إلى المتلقين عليه أن يحترم حرية المتلقي في الشعور بالتالي عندما نرنم اليوم علقة على خشبة نحن لا نتكلم عن بطل لفيلم ونتألم جميعا لآلامه يجب أن نحمل في هذه الترتيلة عظمة الفداء الذي يقوم به الخشوع أمام فعل الفداء نحن لسنا في تمثيلية لسنا في قصة نحكيها لنبكي عندما تصبح حزينة ونفرح عندما تصبح فرحة حتى في جناز المسيح نحن نرنم بما نسميه تبركات القيامة يعني في أوج حزننا نحن نذكر القيامة نحن دائما نعبر عن الفرح والحزن نتأمل ونرجو في نهاية كل حزن أن ينتهي بالقيامة وفي القيامة نذكر أيضا أن هناك أحزانا تمت لكي نصل إلى هنا هناك ترنيمة وقع خاص بنفوس المؤمنين صحيح ما حدا بيقدر يمكنني سمعه وما بتلجسر جواه ويمكن سر القيامة ونصر الفداء غصبا عنه وأن العيون بتدمع حتى لو ما كان المقصود هو الدماء صحيح هون بقى الميزان الصح عند المرنم أنه عليه أنه يؤدي برصاني بنمط تأملي ووقور لا أن يسبغ شعوره الخاص على المستمعين على المؤمنين المظلمين بجد نظر شو كان شعوره شو كان شعوره عليه أن يخفي شعوره تماما المرنم البيزانتي عليه أن يخفي شعوره تماما عليه أن ينقل الكلمة وللمتلقي حرية الشعور والتعاطي والتفاعل مع الكلمة كثير حلو هذا الكلام يمكن دائما التقوص مرتبطة نرجع من عيد بحالة روحانية بدنا نسمع هيك شيء أيضا من هالأصوات العذبة بغض النظر إذا كانت جميلة ولكن هي لإيصال رسالة لعربنا رح نسمع شيء من زمن الصيام من صلوات يا رب القوات ولكن الترنيمة اللي رح نقولها تصلح لي يتم إسقاط على حدث القيامة إن الله معنا إن الله معنا فاعلموا أيها الأمام وانهزموا لأن الله معنا أيها الشعب السالك في الظلم أبصر نورا عظيما لأن الله معنا نحن السالكين في بقعة الموت وظلاله يشرق علينا نورا لأن الله معنا صارت رئاسته على كتفه ولا حد لسلامه لأن الله معنا يا رب القوات كم معنا فإنه ليس لنا في الضيقات معين شواك يا رب القوات رب القوات يرحمنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة